يوم بعد يوم بتأكد الدولة ان اهتمامها بالمرأة مش مجرد مرحلة وبتنتهي لا ده منهج وخطط الدولة بتنفذها طبعا وبتطبقها الحكومة بكل مرحلها كمان ده بيظهر بقوة في كل قرارات بتتخذها الحكومة طبعا قرارات بتستهدف تمكين المرأة وحمايتها وتعزيز دورها يعني فيه توجه مستمر لدعم المرأة على كافة المستويات طبعا فيه إجراءات كتير بتتخذها الدولة لحماية المرأة خصوصا من العنف اللي ممكن يمارس ضدها وده إحنا شايفينه فعلا مش بس كلام فيه إجراءات عملية على الأرض جزء من استراتيجية كبيرة للدولة كل ده موجود أو الهدف منه مصلحة المرأة المصرية بيديها قوة بيديها دعم بيديها القدرة أنها تكون فعالة في المجتمع وده بيحقق رؤية الدولة نحية مستقبل مستدام بيضمن حقوق كل مواطن موجود على أرض مصر يعني ده فعلا خطوات واسعة في اتجاه دعم المرأة بتتخذها الدولة المصرية طبعا ما فيش شك أن الحكومة مهتمة جدا بتحصيل المرأة من أي نوع من أنواع العنف وعشان كده تم تغليز العقوبات على اللي بيرتكبوا الجرائم دي كمان أطلقت الحكومة حملات توعية زي حملة معن نبني مستقبل مستدام واللي بتسعى لتغيير الأفكار والمواقف اللي ممكن تؤدي إلى العنف ضد المرأة الحملة دي بتقدم دعم نفسي للناجيات من العنف وكمان بتوسع في تقديم الخدمات القانونية لهم كمان فيها برامج تدريبية للمقبلين على الزواج عشان تقلل من العنف الأسري وكمان تساعد في بناء أسرة سعيدة ومستقرة الدولة بالفعل وضعت رؤية متكاملة حتى تمتد لمدة 3 سنين من أول 2024 لغاية 2027 وده بيبقى محطوط ضمن استراتيجية كبيرة هدفها إنها تحسن أوضاع المرأة في كل المجالات الرؤية دي مش بس بتركز على محاربة العنف ضد المرأة لكن كمان بتهتم إنها تقدم مشهورة للأسر كمان تعلم الأجيال الجديدة مبادئ تربوية بتساعد في تنشئة جيل واعي وإن الجيل ده يكون قادر على المساهمة في التنمية مش ده بس كمان فيه تجديد على العقوبات القانونية لأي حد ممكن يمارس عنف ضد المرأة وكمان هتفعل دور عيادات الطب الشرعي المتخصصة في الحماية من العنف يعني فعلا دايرة مغلقة دلوقتي ناحية حسار العنف ضد المرأة مش هيبقى فيه إن شاء الله في الفترة القادمة إلا وفيه إجراءات حاسمة جدا وإجراءات داعمة كمان للمرأة بحيث إنها أي مرأة معنفة إن شاء الله تعدي المرحلة دي والوضع يتحسن كتير نصبح لحضراتكم مرة تانية صباحكم زي الفل صباح الخير يا وصر